أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين طلبتنا الأعزاء نستمر معكم في سلسلة محاضرات مادة ميكانيكي المواعد وصلنا إلى الفصل السادس وفي الفصل السادس نتقلمنا في المقدمة عن الفيسكوس انتيرنال فلو سكشن ون اللي هو الفلو بتوين تو براغ بليت وتكلمنا في السكشن الثاني عن الستدلمنر فلو في السكشن الثاني والسكشن الثالث تكلمنا عن تأثير المدخل على الجريان ولم تنحصل على الفلي ديبلوبد فلو من هذا المدخل الآن نأتي إلى الفصل الرابع في السكشن الرابع من هذا الفصل ونتكلم عن توربيلان شير سي تريس وذن السموث بي إذا عدنا إحنا بالبداية عرفنا إشنون بالسكشنات بالبداية إذا عدنا بليتين أو بايب إشنون نشتاق التوربيلان شير سي تريس بهذا الاثنين يعني أما بالبيب أو بالبليت اللي عفو اللامنر شير سي تريس والآن نتكلم عن التوربيلان شير سي تريس شنون نشتاق العلاقة مالتا قلنا نطلع من بالانس أو فورسي ونطلع الشير سي تريس وبعدين من الشير سي تريس نقرر وذر الجريان وش راح يكون لامنر أو توربيلان لامنر نقدر نستخدم النيوتينيان شير سي تريس نعوذها ويطلع عنا البيلوسيتو بروفايل اللي هو المعادلة الديفرينشال كواجين في البيلوسيتو بروفايل وبعدين الكامل أسا نحكينا على التوربيل شير سي تريس اللي ما حكينا عنا في جهاز القص بالجريان الطرابي وذن يسبوث بايب إذا عدنا بايب عدنا بايب وما بيروفلس ماكو تأثير للروفلس عدنا بالبداية بالمقدمة تعرفوا أنت البيب العنابيب اللي هن القطر مالت الكروس سكشن إيريا مالت داعري أكثر شيء من القنوات اللي نستخدمها بنقل الجري الماء من المكان إلى آخر القنوات أكثر قنوات هي وشاععة الاستخدام بأي تصميم لذلك جدا مهم نحدد الشير سي تريس بيها يعني هاي التطبيقات عندنا عملية موجودة والفراكشن ريزيستنس مقاومة الاحتكاقية عند خسارة السير والاحتكاك وكذلك هذان الثنين مو بس نحدد مو بس نحدد الشير سي تريس يعني البروفايل مالت وفراكشن تريس نعم ونشوف شلون يصير التطور مالت النمو على البروفايل مالت شلون يصير بالبيب لين تكونون مقزوم لين تكونون المنو والجرايين اللامنر والتوربين الليل لذلك اذا قبل المقدمة هنا جولي بايبز أوف سيركلا أوف سيركلا أوف سيركلا أوف سيركلا أوف سيركلا البايبز العنابيب اللي أوف كروس سيركلا أوف سيركلا أوف سيركلا اللي مقطحهم العرضي دائري or باي فار لحد الآن يعني بالتطبيقات الموجودة عدنا إنه the most كومنت كوندكت يعني يعتبر القنوات الأكثر شيوعا for a fluid لجريان and for any design of core analysis أو لأي تصميم أو تحليل عدد It is important It is important to be able to جدا مهم أن نكون قادرين على specify how shears it raise كيف إجهار القص or fractional resistance أو مقاومة الاحتكاك develops within the pipe تطور for both laminar and turbulent flow لكل الجريانين الأضطرابي والطباق In the turbulent flow في الجريان الأضطرابي if the rate of flow within the pipe is increased إلى معدل الجريان Q بالpipe is done The laminar fluid layer will become unstable الطبقة laminar القريبة على السطح القريبة نسميها laminar fluid layer الموجود لأن turbulent flow عبارة عن طبقات رح نحن رح تصير غير مستقرة and begin to break down as the flow transition to turbulent تبتدي تصير break down يعني تنتشر إلى الفلو يتحول من laminar flow إلى turbulent flow As for this course the fluid particle moves in disordinary manner نحن نعرف ليش نعرف واحدة من الفيتشر of يعني من الملامح turbulent flow اللي هو disordinary disordinary manner يعني يكون تحرك من الجريان بشكل غير منتظم حشوائي At this accord يعني كما يحصل هذا ما يتحول الجريان بالpipe من laminar بالطبقة القريبة يتحول نهائيا بالسبب breakdown يصير turbulent flow The fluid particle moves in disordinary manner يعني الجزياءات الماء رح تتحرك بحال disordinary يعني شنو معناها غير منتظم مسبب حين causing the formation of eddies or small vortex السبب تكوين شنو الeddies الeddies يصير مثل الدوار طلبت ملاعز تكون كالدوار بهذا الشكل هاي الeddies هاي اللي شوف الخبص اللي يصير بالجريان or small vortex أو الدوامات الصهيرة and thereby the mixing of fluid throughout the bite لذلك الخلط of the fluid throughout the bite وشي صير eddies or small vortex وشي صير mixing خلط of the fluid throughout the bite وهذا المكسي طبعا رح تاخذ بله تراس في المحل الثانية المتقدمة لطلاب اللي درسون العفو انتقال حرارة المكسي هذا أو fluid throw out the pipe شي يحسن انتقال الحرارة وحسن حتى من التور من الفيف these effects cause a large loss of energy هاذ التأثير اللي هي الeddies وال mixing شي يسبب large loss of energy خسائر كبيرة even larger خسائر أكبر بمن بالطاقة and greater drop temperature و انخفاض بالضغط خسائر بالطاقة وانخفاض بالضغط طلبتنا الأعزاء حسا ريد نعرف شون ال velocity profile 0 tor b n flow قبل لا ن ن ن ن ن ن ن ونحك على share stress mart شون ن ن ن ن ن ال velocity bar the velocity of turbulent flow has been described into component احنا انا بصورة عامة قل لك ال velocity اللي هي actual velocity ما الماء بال turbulent to component من velocity عدل السرعة زائد fluctuation velocity اللي هي شن هي يسمونها السرعة التدفذ بالمذة هاي النوع السرعة دي سرعة التدفذ مع الجريان توصف بمركبتين الاولي I consider a small fixed control volume اذا اجينا انا اعذنا بايب وغاد a small fixed control volume this velocity can be revolved horizontal into mean velocity mean velocity and random fluctuation velocity about the mean والسرعة المتذذبة وصورة عشوائية على المين دي هاي اللي فوق هاي سيون ان فيكر 612 on the graph يجي هنا طلبتنا العزاء اوضح حالك بالرسم هاي هنا اخذنا العين برا نجي هنا ونرسم velocity profile عدك هنا velocity profile عدك هنا هاي mean velocity مع نسمو fluctuation horizontal velocity company يعني fluctuation velocity سرعة التربت للhorizontal للU ومو للV يعني استعمل بخط U وهي mean horizontal velocity وهي mean U Y يعني عدنا قلنا X Y Z 3 dimension بالفصل الاول والX U والY V و W احنا ستجعل 2 damage احنا ناخذ بس U يعني استغل و الactual velocity هي هالvelocity اللي يساوي مجموح mean زال fluctuation velocity Y Y هاي بيين لنا الشكل horizontal velocity component of low particle basing through a control volume هذه اتمنى كانت واضحة وهنا ايضا بالشكل يوضح لكم طلبتنا الاعزاء هنان عندك هنان هاذ على سبيل المثال بصور الابسط هاي mean velocity هاي الخط مالتها هنان و fluctuation frequency هي تدفدب عن mean هاي تفاصل الactual velocity هاي U و هاي mean velocity يساوي mean velocity فيسكو sub-layer نيل ضوال هاي نيل ضوال هاي المنطقة نسميها فيسكو sub-layer هاي صراح نجعل الطبخ velocity profile فيسكو ستح هاي فيلوس ستح نشرح حبل قبل السطح قرب السطح نسميها فيسكو sub-layer هاي تشي وهنا عندنا outer layer وعندنا بين نسميها buffer layer أو إليها تسمية أخرى من الترانيش layer تنتقل من فيسكو sub-layer أمن إلى outer layer اللي هي الطبخ الخارجي بالترانيش 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 We can classify the flow as steady turbulent flow steady turbulent flow or more probably mean steady flow if this mean velocity component remain constant يعني mean velocity بهاي النقطة وبهاي النقطة وبهاي النقطة وبهاي النقطة تبقى نفس ذات فش نسميه steady turbulent interval velocity رمان كون constant the velocity around a large region of the center may have actual velocity as shown in 612 c كمان بي هنا ممكن تكون الى actual velocity ممكن تكون الى mean velocity فشي سمونا steady turbulent although بالرغم من mixing a core readily within the central region of the pipe is tend to diminish rapidly velocity produce laminar fiscus sub layer اللي هو قريب على السطح المكسي من يحصل شنو يقليل بسبب السطح موجود الجريان produce a laminar fiscus sub layer اللي هي السم layer fiscus sub layer اللي نسميه laminar fiscus sub layer near the wall مبين وين في شكل تي نابين تلك الهدو والله الغريب this region of the flow this region of the of flow velocity produce laminar sal layer اللي هي نفس اللي هي diminish rapidly near the pipe wall to specify the boundary condition of zero اللي هو نكون السرعة صفر القرب والسطح the faster the flow كل ما يكون الجريان أسرع the larger the region of turbulent within the fluid and the thinner this sub layer كل ما يكون الجريان أسرع كل ما تكون المنطقة ما التوربول هاي بالنص تكون أكبر وكل ما تكون هاي sub layer اللي هي المنطقة تكون thinner أصغر أقل so the sub layer thickness will normally be a very small fraction of the pipe in our dimension the sub layer thickness يكون a very small section يعني جدا قصير نسبة 5% عادة أو أقل من the pipe diameter نصف قطر the pipe d d هاي واحد حصار افتهم لأنه المهم من هذا كله أنت تفتهم إنه شون اللي صار بالتربي الشيئ C3 ونثم the velocity profile ويتتكون من fluctuation velocity mean velocity زي fluctuation velocity the particle migrating from faster to slower moving layer will have the opposite effect unshown figure and the velocity could be ready in this one مثل ما كنت بتاع لك l-actual velocity شي ساوي mean velocity zaaad fluctuation velocity vertical component V-mean zaaad v-dash mou V-mean ما عندنا لدينا فقط mean velocity باتجاه واحد عندنا السرعة إذن vertical velocity ساوي نفقط fluctuation velocity Vertical component of velocity only have fluctuation component no mean component ما mean velocity since there is no mean flow in the direction ما عندنا جريان باتجاه ال-Y باتجاه ال-Y يعني جرياننا كله بهذا الاتجاه يعني الجريان مالتنا كله وين بهذا الاتجاه ال-X ما عندنا جريان باتجاه ال-Y as described in figure 6-13-B هنا موضع عندنا B هنا جرياننا باتجاه ال-X ال-Y عندنا فقط بتخصوش As a result of the near change of momentum on change of momentum on the small element D-A and the force D-F هاي اللي عندنا كنا نتاخذ كأنما إذا شير سترس شيكون Tau بتغير بسرعة D-F على ما على D-A and so the apparent turbulent شير سترس produce this one الابارنت راح يكون هاي القيامات اللي هو Tau Rho U-1 و V-1 كلهم مين يعني طلع ال-U' U' اللي عابوا الفلكتواشن و V' تضربهم تاخذنا المين where U' and V' is the mean product of this one يعني mean product أول مرة تطلع الproduct تضربهم مالتهم ونبتاخذنا المين المعدل مالتهم مجموعا على عدد النقاط الموجود عندك هنا So the shear stress راح يكون عدنا كم مركبه مركبتين Viscose Shear stress و Turbulent Viscose الحسبة مثل تطابقا M-U-D-U over D-Y وال-U هلانا تبينت هادي مو لأ كله بس المين والTurbulent Rho U' V' وتاخذلهم شنو تاخذلهم المين تلحرفت The shear stress within the turbulent flow therefore consist of two مركبتين The Viscose Shear stress اللي هو هاذه is it due to the molecule exchange و اللي هو يساوين M-U-D-U over D-Y مثل ما حسبناه سابقا باللمين which result from the time averaging velocity component استغذرنا بوكال U-U and the apparent الظاهر Shear stress اللي هو which is based on the much-layer ED particle بسمم الدوامات الموجودة عندنا هكي exchange between fluid layers EDs معناها الدوامات وهذا الشيء ستتمنى كان واضح طلبتنا لأعزاء وإن شاء الله بالمقطع الآخر نستمر معكم في سلسلة المحاضرة مالا سلسلة حضراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر